مع أن كمان يعني تصريح ليه أسوريو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة بيقول يعني أن اللعبة بدأت أن هي تستوعب طريقته الجديدة الجديدة في اللعب وهو يعني كان دايما المشكلة ما بينه ما بين الإدارة الفنية لنادي الزمالك أن طريقة اللعبة بتاعته الجديدة اللعبة لسه مش عارفة تستوعبها النهاردة أسوريو ليه تصريح بيقول يعني اللعبة بدأت أن هي تستوعب طريقته الجديدة وجد نظره يعني هو يعني أكيد هو شايف حاجة الفوز ممكن يكون من ديله لانتباع ده على الجانب الهجومي أو الشرك الهجومي ممكن يكون نايز الزمالك أدى اللي هو عايزه بالباسات كتير التحركات الهجومية فتوح بالشكل اللي هو عمله اللي فتوح كان بيبدأ بربعة لكن هو في الناحية الهجومية نايز الزمالك فتوح كان بيزيد وبيعمل زيادة عددية بشكل كويس جدا في نص ملعب جابدونجة أول مطشي لعبه من 48 يوم عشان كده هو في الآخر تاعت أنه عام مجهود بنني كبير جدا بنشوفه لما الكرة بتتقيدها بناز الزمالك بيحاول يرجع يغطي في الناحية الدفاعية ولما الكرة بتتبقى في حوزة نايز الزمالك كان بيحاول يعمل زيادة الهجومية عمل مجهود كبير جدا في الناحية النهاردة لكن ده كان عامل مساحة كبيرة جدا في خط دهر نايز الزمالك يعني حاتم سكر كان بيحاول يضم في العمق جنب حسين عبد المجيد فده كان بيعمل مساحة كبيرة جدا في الناحية المين نادي طلع الجيش النهاردة وكابتن عمال النحاس ما استغلهاش بالشكل الأمس عشان كده بقول بقول لحضرتك أني نادي الزمالك لو كان بيلاقف فرقة عفوا لو كان بيلاقف فرقة مختلفة النهاردة كان أعتقد ممكن يسبب له مشاكل كبيرة جدا في الناحية الهجومية ايه أبرز المراكز في نادي الزمالك اللي هي احنا محتاجينها في الموسم اللي جاي لا محتاج كتير نادي الزمالك يعني أنا برضو أتمنى من الراجل يكون عارف ويصارح الناس واللجنة الفنية اللي في نادي الزمالك عارفة كده الناس الزمالك محتاج كتير قوي عشان يرجع محتاج لعيبة أو قماشة مختلفة تطبق له الفكر اللي هو عايزه الفكر للراجل اللي عايزه محتاج لعيبة معينة يعني محتاج كواليتي معين الزمالك محتاج في مركز رأس الحربة الزمالك محتاج في مركز الباك شمال في المركز الباك يمين في وسط الملعب لأن لسه مش شايف دونجة وروقة يمكن دونجة بيحاول لكن دونجة وروقة مش قادرين يملوا الفراغ الكبير اللي سابوا طريق حامد احنا حاسين يعني كل المهتمين بالكورة والتحيير الرياضي الفترة اللي فاتت لا دونجة مش قادر يملأ معين دونجة لايب كويس لكن الظروف اللي فيها الفرقة مش مساعدة دونجة مش بيخليها يطلع كل الامكانات اللي عنده والفنية واللي هو يغطي مساحات اللي هي بكلها مش مش قادر يعني اللي حواليه حتى مش مساعدينه حتى زيزه اللي كان بيقول عليه جمهور الناس الزمالك لكن يعني دي حال الكورة في انخفاض المستوى الفترة دي لكن حتى وهو في انخفاض المستوى النهاردة بيعمل الدربات السابت بيعملها بشكل كويس جدا حل مميز يقدر يكسب بناس الزمالك ويصنع بالفارق فلا ناية زمالك محتاج عناصر كتيرة الراجل لازم يطلع برضو وانا لسه عند رأيه هو اللاجنة الفنية انا جاي الفترة دي هدفي الحصول على المركز التاني او الوصول للمركز التاني عشان اوصل دوري ابطالة افريقيا لان خلاص الدوري شبه محسوم خلاص الامور سيبه منتهية في الدور ده مطعم بيرامدز وفيوتشر بيرامدز وفيوتشر واللي اتنين ده فيه سراعة تاني يعني يوم الجمعة فيه سراعة مختلف تمام بيرامدز وفيوتشر مباراة قوية جدا جدا سراعة المركز التاني بيرامدز لو كسب هيفرق بشكل كبير وبيريح نفسه وبيدي الافضلية نفسه اللي هو يعني يستحوز على المركز التاني فيوتشر عنده الطموح وعنده الامل اللي هو يبعد عن ناية الزمالك اللي بيقرب منه ويقرب كمان من بيرامدز على المركز التاني ده المنافسة الشرس ده سراعة شرس جدا بين السلاسي على المركز التاني اللي هو بيعتبر بطولة لكن مش بطولة ناية الزمالك الثاني لأ نادي الزمالك أكيد هو جمهوره بيتمنوا دايما زي هما كانوا أبطال آخر المسلمين فيتمنوا اللي هما دايما يكونوا على منصات التطويق لكن الظروف الحالية لأ الظروف صعبة جدا نادي الزمالك محتاج لثورة لعادة تصحيح الفترة اللي جاي رأيك إيه أسوره يكمل ولا ولا نشوف مدير فني تاني ليه مع هو يعني هو نادي الزمالك جاي بالراجل عشان عارف اللي هو هيبني الفترة اللي جاي يبقى أنا أكمل به للموسم اللي جاي أو أوفر له احتياجاته معايا ناس في اللجنة الناس اللي هي بتكورة وعلى قامات كبيرة في كرة القدم يعني تتحاول تجيب له اللعيبة النوعية اللي هتطبق له فكرة سواء كالتي محترف أو محلي يعني كان فيه مصادر في إدارة نادي الزمالك مش متحمسة إن أسوره يكمل مع نادي الزمالك الموسم اللي جاي وإن كنت أنا شخصيا يعني مع الاستقرار يعني الراجل جاي مدام أنتم عملتوا الهومورك بتاعكم وعملتوا شغلكم وشفتوا سيفي بتاع الراجل والراجل جاي على مشروع وعنده رؤية فيسيبوا الراجل يحقق يعني هل الراجل خسر نادي الزمالك دور أبطال أفريقيا أو خسر الدوري الراجل جاي خسر نادي الزمالك خسران كل حاجة نادي الزمالك في حالة يرسله في حالة صعبة جدا فالطبيعي أنت تساعده من الموسم اللي جاي تسيبوا يقرأ دلوقتي الأفكار يشوف اللاعبين يعمل روتشن بشكل كويس بيشوف اللاعبين بيجربهم في كذا حاجة عشان يقدر يقيم في آخر الموسم بشكل كويس لكن لو أنت مش هتخليه كمل خلاص من دلوقتي يكمل بأي مدير فني زمالكاوي كبير يكمل به الفترة اللي جاية وخلاص وقوله شكرا ووفر على نفسي الفلوس والنزال زمالك في أزمة مالية ففيه كمان خلاص هتوفر على نفسك يعني فلوس كتيرة جدا فخلاص أكمل الموسم بمدرب مصري أبدأ أجهز فيهات كويسة لموديلين فنين أجانب أقوية للموسم اللي جاي وأبدأ أعمل وراتب للموسم اللي جاي لكن أنت خلاص جبت زي ما حالك تقول مشروع سيبه يكمل للآخر والحساب مش دلوقتي أنت تحسبه لما توفر له الأجواء الصحية اللي يخليه اشتغل بها بشكل كويس كان فيه مصادر بتقول أن اللعيبة هيتحصلوا على أنا مش متذكر بقى المستحقات بتاعتهم كاملة ولا جزء من المستحقات بتاعتهم عن طريق الاشتراكات ده كاملة ليه صعب يعني ياخد جزء هو لو فيه فلوس داخلت من الاشتراكات بياخد جزء بيحاول يمشي الأمور شوية بيحاول يدي دفع معنوية للعبين لأنه زي ما قلت لك هو هدفه دلوقتي الوصول للمقعد في البطوات الأفريقية سواء كونفدرالية أو في دولة الأبطال لأن الموقف صعب جدا ده النالي الزمالك ممكن يكون خارج البطوات الأفريقية الموسم اللي جاي فهيبقى موسم كاريسي النالي الزمالك لو بعد عن البطوات الأفريقية كمان فنالي الزمالك لا مطالب الفترة اللي جاية بلم الشامل تاني زي ما قلت لك مكسب معنوي ممكن يحفزه للفترة اللي جاي